طبعا يأتي هذا الاجتماع واستضافة المملكة العربية السعودية له بعد أن أعلنت المملكة في العام الماضي في لهاي عن استضافة هذا المؤتمر لاستمرارية محاربة هذا التنظيم الإرهابي ودعم الدول المشاركة في هذا التنظيم وهو يكرس هذا الاجتماع اليوم في محاربة التنظيم في جنوب وغرب إفريقيا امتدادا لما قامت تقوم بهذه الدول والتحالف الدولي لمحاربة التنظيم في شمال سوريا وشرقها والعراق بالتأكيد بأن هذا المؤتمر سيبحث عن آليات تعمل على تسريع محاربة وإنها هذا التنظيم الإرهابي وإعادة العناصر المشاركة من مختلف الدول إلى بلدانها إضافة إلى دعم مباشر للدول المشاركة في محاربة التنظيم الإرهابي والعمل على إنهاء بشكل متسارع خصوصا بعد أن تكلف خسائر بشرية ومادية في عملية محاربةه منذ ثمان سنوات التنظيم المملكة العربية السعودية والتحالف الدولية هم يسعون اليوم من أجل احتواء هذا التنظيم وإنهاء بشكل بصورة نهائية ربما تخرج عن هذا الاجتماع آليات ولو مؤقتة في عملية تهدف إلى عملية الإسراع في محاربات وإنها هذا التنظيم أيضا في نقطة أخرى عودة الأجانب المسلحين الأجانب من تنظيم داعش الأربي هناك دعوات كثيرة لا سيما من الإدارة الذاتية في شمال شرق سوريا وبقية الدول لاستعادة رعاياها اليوم هل لهذا الدعوة من السعودية والولايات المتحدة أي أثر في ذلك بمعنى أنها تحث الدول على إعادة مواطنها ربما طبعا هذا المؤتمر سيناقش عملية دعم هذه الدول التي ستستعيد رعاياها في عملية إعادة تهيل هذه العناصر ودمجها في المجتمع وتأهيلها ليكونوا مواطنين صالحين في بلدانهم هذا الاجتماع سيبحث بالتأكيد عملية الدعم وعملية كيف التبادل هذه العناصر والعمل على إعادة تأهيلها فكريا ووطنيا هناك قهود دولية تبدل حاليا وستبرز هذه القهود في هذا المؤتمر من خلال دعم هذه الدول في عملية استعادة عناصرها والعمل على إعادة تأهيلها هل نشهد دعما للدول التي حاربت تنظيم داعش الإرهابي وتضررت منه جراء ذلك نعم هل نشهد دعما للدول التي حاربت تنظيم داعش الإرهابي وتضررت منه نتيجة المعارك كسوريا والعراق بالتأكيد وزير الخارجية السعودي أكد في تصريح قبل ذلك عبر الأخبار بأن هذا المؤتمر سيبحث في عملية دعم هذه الدول الفاعلة في محاربة التنظيم في مختلف دول العالم من ضمنها في الإدارة الذاتية في سوريا والعراق وقنوب غرب أفريقيا وغيرها من الدول التي ساهمت بشكل مباشر وغير مباشر في محاربة هذا التنظيم الإرهابي وبالتأكيد سيخرج هذا المؤتمر بمخرجات فعلية وعملية تعمل على إنهاء هذا التنظيم بشكل سريع أشكرك جزيلا شكرا الصحفي والمحلل السياسي أنور المليكي على هذه المداخلة كنت معنا مباشرة من العاصمة السعودية الرياض